ترأس سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة مسقط وأكد سعدة وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون وتنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في كافة المحافل البيئية الدولية مشيدا بما اتخذه أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون من قرارات هامة وهادفة وبناءة في الاجتماعات السابقة والتي ساهمت في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وقدم سعدة وزير النفط والبيئة خالص الشكر والتقدير لأصحاب الجللات والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله لما يولونه من الدعم المستمر والمتواصل للعمل الخليجي المشترك والجهود الحثيثة للحفاظ على البيئة والتغير المناخي في دول المجلس مشيدا بجهود اللجان والعاملين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على تعاونهم المستمر وحرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي نحو التكامل المنشود ترجمة نانسي قنقر